عديد الملفات الخدمية الاساسية التي تقع على عاتق بلدية سيرت يتم العمل عليها هذه الفترة خلال اجتماعات مكثفة يعقدها عميد البلدية مختار المعدان مع ضائل من المجلس البلدي وعدة جهات ومن ابرز هذه الملفات مسألة التعويضات المالية لاصحاب المنازل المتضررة جراء الحرب التي شهدتها سيرت ضد تنظيم داعش الارهابي وكذلك الحرب التي عاشتها سنة 2011 كما تم العمل على اتمام المرحلة الاولى من ازالة العشوائيات في منطقة الالف وحدة سكنية من الجهات المختصة بالازالة ومن المقرر ان تبدأ اللجنة العمل على ذات النهج الاسبوع القادم في محلة الجزيرة منف التعويضات يعد من ابرز القضايا التي يأمل المواطنون الذين دمرت مساكنهم في حلها كونها جعلت الكثير من العائلات تعاني النزوح غير ان الحياة في سيرت تعد الان افضل منذ قبل خلافا لما كانت عليه فترة انتهاء القتال وترد تنظيم داعش الارهابي منها